ذات يوم جاءت امرأة مسكينة تحمل ابنتين لها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاثة تمرات فأعطت المرأة كل واحدة من البنتين تمرة وأبقت لنفسها تمرة وبسرعة أكلت البنتان التمرتين وبينما ترفع الأم إلى فيها التمرة الثالثة لتأكلها نظر إليها ابنتها ففهمت الأم ما تريدان فشقت التمرة الباقية نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصف تمرة ثم ذهب فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له عائشة رضي الله عنها ما صنعت المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار فلا تستهينوا أيها الآباء والأمهات بتلك اللحظات التي تغمركم فيها الرحمة بأبنائكم فتؤثروهم على أنفسكم فإن هذا لا يضيع عند الله أبدا ولو جحده الأبناء يوما من الدهر فالراحمون يرحمهم الرحمن